تحول من الشكل اللي مش مزبوط لشكل جمالي متناصر ده إجراء مهم جداً ده حاجة في وشه إحنا بنتعامل دايماً كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك ضيف العزيز دكتور نور أهلا بيك ومنور الدكتور وحاشني وحاشني جداً جداً أنا عايز أبدأ حوار أول عن زراعة الأسنان أنا حاسس إنه فيه تخريف بتتقال أنا حاسس إنه فيه غلطات جبارة بس الأول يعني نمسك كده زراعة الأسنان بالراحة ونشوف وصلت لإيه وكلامي على التخريف اللي بتسمعها الأول إحنا عايزين نعرف بس الناس من الأول خالص يعني زراعة أسنان إحنا السن اللي ربنا خليقها عبارة عن جدر جوه العضم الفك وطالع منها الجزء الخارج اللي هو الكراف يبقى إذن لما هجعمل زراعة أسنان وهعود سنة مفقودة أو هفقدها يبقى هعودها بنفس الطريقة فالزرعة هي عبارة عن أجزاء جزء الأول بتحط جوه العضم تمام؟ خنشوف هنا قد الجزء التايتينيام ده ده بتحط جوه العضم وبعدين الأباطمنت أو الجزء الخارجي اللي هيركب عليه الكراون أو الجزء اللي بنشوفه فبالتالي هو واخد نفس الميكانيزمة أو الشكل بتاع السنة الطبعية في ناس يبقى متخيلة بس الزرعة دي لأن لسه استيل لغاية النهاردة في ناس مش فاهمة أو مش عارفة يعني إيه الزراعة في ناس لغاية النهاردة فاكر إن الزرعة دي حاجة بنحطها وبتنبت يعني في ناس متخيلة ما هو لسه محد يعني برضو الزراعة برغم إنها انتشرت وبقت موجودة في الوطن العربي بشكل كبير وعندنا ده كترة كتير محترمة جدا بتعمل زراعة بتعمل نتائج هيلة جدا بس استيل في ناس مش مستوعبة الزرعة هي عبارة عن جزء جدر بحطه جوه العظم وبعد الوقت اللازم سواء قررنا إنه هو يتعمل له immediate load أو delay load اللي هو بعد الفترة اللازمة إن العظم بيمسك في الزرعة لازم الناس تفهم نوصل لإكتشاف جيد إزاي في عالم في الخمسينات اكتشف إن مادة اسمها التايتينيا لما بتتحط جوه العظم العظم بيتخيلها عظم فبيخش يبات جواه تمام وبتاخد وقت معين لغاية ما حصل حاجة اسمها أو عملية التعظم إن يحصل تعظم كامل بين الزرعة وبين العظم ده والفترة دي هي اللي احنا بنستنى عشان برضو دي معلومة عنا عندنا تلت حاجات فيه إن أنا أخلع واستنى ما العظم يبقى مؤهل للزراعة وفيه إن أنا أخلع وازرع ده اسمه immediate implant إن أنا بخلع وازرع وفيه immediate load إن أنا بخلع وبزرع وبركب ففيه تلت حاجات فيه شروط لكل حالة فما ينفعش الحالات تيجي تقول لي أنا هزرع وازرع وازرع واركب النهاردة مش إنت اللي تقول الأشعة اللي بنعملها والتحاليل اللي بنعملها ياللي بتقرر إحنا هنعمل لك إيه وإيه الأنسب بالنسبة لك ده بالنسبة للزراعة عشان استوعبت بس فكرة الزراعة والإيه والحاجات اللي مش فاهمها قوي الزراعة برا عن جزء بحطه جوه العظم بسيبه الوقت اللازم بعد كده بركب عليه الجزء الخارجي طيب برضو هل هكون واقعي لما أقول لك لما واحد يوقع سنة الأفضل لون يعمل زراعة ولا يعمل تركيبة كبري بريدج بالسنتين لأن الحكاة دي يعني أنا أعتقد أنه كتير من الناس بتتوتر فيها تمام هو طبعا أنا يعني مش ضد التركيبات السابتة لأن هي حل ستاندرد موجود طول الوقت لكن خلينا اتفق على كذا اتفق أول حاجة حاجة فقط السنة ليه لأنك ما قدرتش تحفز عليه طيب لما تخلع سنة أنت ما قدرتش تحفز على سنة واحدة هتعمل مكانها تركيبة سابتة يعني هتحضر سنة قبل السنة المخلوعة أو سنة بعد السنة المخلوعة وهتركب كبري تمام الكبري أصلا طريق التنظيفه أصعب من السنة الطبعية فأنت قريدي ما قدرتش تحفز على سنة هتقدر تحفز على كبري فده الأول كونسة تانية حاجة أنا التحضير ده عشان أعمل تركيبة سابتة لازم أعملونه عن دكتور متخصص في التركيبات السابتة لأن في ناس كتير عملت تركيبات سببت التركيبات في الفيديو اللي احنا هنشوفه ده قدي عندي هنا سنة اتخلعت هنبدأ نحضر الأسنان ونعمل كبري هو بما أنه هو مش قادر ينظفها كويس فممكن يحصل التهابات في الأسنان أصلا دي كده الزراعة كده هو كده يعني استبتل حط على طول حط حط زراعة هنا الزراعة احنا حطينا الزرعة ملامسناش السنتين اللي جنب لإيه الجزء اللي اتخلع فبقى الجزء ده قاين بذاته حافز على العظم اللي احنا زرعناه ده رقم واحد يعني حافز على العظم اللي احنا زرعنا فيه ده رقم واحد وفي نفس الوقت مدرش وملامس السنان التانية بالأضافة أن انت هتنظفه بنفس الطريقة اللي بتنظف بها سنة عادية هنا بقى احنا نعمل تركيبة سابتة فبنحضر السنان فممكن وانا بحضر السنان اروح لدكتور مش متخصص فهيحضر لي غلط ادي واحد لو الدكتور متخصص وحضرها لي صح وركبنا التركيبة السابتة ممكن يبدأ يحصل عندي التهابات بقى في الأسنان حتى في حالة الصح ماهونا دلوقتي انا مقدرتش حافز ماهو السنة اللي ربنا خلقه لي كانت صح هي السنة اللي ربنا خلقه لي كانت غلط ماكت سنة طبعي اللي احنا ركبنا عليها اصلا بقت المشكلة اعظم يعني انا جاي بعوض سنة سنة واحدة رحت مباوس سنتين كمان هنفضل بقى ني ناخد السيكونس ده وزي ما بنقول كده حاجة اسمها الأسنان هتكر خلعت سنة بعد كده بقوا تلاتة بعد كده التلاتة عايز عوضهم برضو بتركيبة سابتة بقى ااخد خمسة فهركب على او سبعة مثلا بعد شو بقى عندي نص قرش خسرته بعد شوية هخسر القرش كله لو ماشي في السيكونس ده طبعا بالاضافة ان انت زي ما انت شايف كل شوية العدم عندنا بنخسره يعني العدم في الاماكن اللي مخلوعة عمالين نخسرها فعلشان كده انا معا ان انا لو عندي سنة اتخلعت او هتتخلع انا رأيي ان انا ازرع مكانها ليه هاخد بقى كل فوائد الزراعة الحفاظ على الاسنان المجورة الحفاظ على شكل العدم اللي موجود بكسبته عظيم قصة الاشعة سلسية الابعاد معلش يعني هنجيب الكلام بالراحة خالص تمام اول ما بدنا نتكلم عليها اعتخد البعض سواء مرضى اول ما عندهمش اشعة سلسية الابعاد اللي احنا نتكلم عليها لانه من يمتلك جهاز اشعة سلسية الابعاد اه ايراوج له تمام فقعدنا نقول كلام وهو الاخري لكن انا دايما كنت بقول ايه انه مع مرور الوقت فيه حالات في كل مكان بتقول يا ريتني الحالة اللي عملت اشعة سلسية الابعاد صحيح والدكتور بيبدأ يكتشف ابا بل لو كنت عملت اشعة سلسية الابعاد ما كنت اكتشفت القصة دي طبعا فاكيد التاريخ مليء بالحكايات اللي يقول اهمية هذه الاشعة طبعا احنا عايز بس افكرك ان احنا اول ما بدأنا نتكلم على الاشعة سلسية الابعاد من اول حلقات الدكتور احنا اصلا ما كانش عندنا اشعة سلسية الابعاد في المركز احنا كنا بنقول ان اشعة انت النهاردة دكتور عمود فقري هينفع واحد عنده مشكلة في العمود الفقري تقرر له العلاج وتعمله عملية من غير ما تعمل رانين ينفع ما ينفعش صحي كده طيب مع ان الدكتور ده ما عندهش اصلا رانين يعني مفيش حد دكتور مفيش دكتور عظام عنده رانين في العادة عنه هو بيطلب الرانين دي لانها من التولز او من الادوات التشخصية المهمة جدا عنده واحنا لما طالبنا ان الحالات تعمل اشعة سلسية الابعاد مش بنطالب عشان احنا كان عندنا لأ كانت الحالات كنا بنبعثها مركز متخصصة عشان تعمل اشعة سلسية الابعاد لان زمان كانت الزراعة لما كنا بنعتمد على الاشعة البانوراما دي اشعة 2D سنائية الابعاد فبتدينا معلومات قليلة وبتسبنا نستميت او نقدر كمية العظم وطوله وارتفاعه لأ طب انا عندي اشعة زي دي زي ما انت شايف كده انا الاشعة دي قبل ما بنزرع دكتور الجراحة المتخصص في الجراحة بيعمل بلان بيعمل خطة للزرعة بتاعته لغاية التركيبة يعني هو مش بيحط الزرعة بس الزرعة دي لازم تتحط في اتجاه العظم صح انت شايف احنا عملين نحرك في الزرعة عشان نحطها بالزبط في مكان العظم باتجاهها لان العظم نفسه لاتجاه انت ممكن تبقى انت متخيل ان العظم ده مثلا واخد 90 درجة مع وشك وهو ااخد مثلا 45 لان انا لازم اخش لان لو دخلت بالدرجة اللي هي 90 دي انت ممكن تتعدي من العظم يعني تخش فيه او تخش في العظم لكن تقول ما عدي انت لازم تبقى شايف العظم فين بالزبط واتجاهه ايه طول وعرض وارتفاع فانت كل الداتا دي بتاخدها من الاشعاء السوريسية ابعاد طيب انا عندي دلوقتي ربنا خلى عندنا العلم والتكنولوجي ان انا بقى عارف الحالة هحط الزرعة فين بالزبط والتركيبة هيبقى شكلها ايه لان انت اصلا المهمة من الزرعة ما انا ممكن احط الزرعة دي ونجي بعد كده نركب ما اعرفش نركب عليه لانا اتحطت في اتجاه غلط او اتحطت في مكان غلط فبالتالي مش محطوطة في اللي سبيس المتاح ليه اجي اركب الكراون اجي الكراون لجاي مين لجاي شمال لجاي جوه لجاي برا لا انت بتخطط الاشعاء السوريسية بعد يعني بتخليك تخطط للزرعة من قبل ما تزرحها لغاية انت عارف انا هركب الكراون بتاعي فين وشكله عامل ازاي فمستحيل يبقى الدكتور عنده التولز دي واستغنى عنها يعني انا مش شاف ان فيه منطق لده والمنطق مش ترويجي على فكرة الاشعاء مش موجودة الاشعاء موجودة في مراكز الاشعاء حيث كل اللي مطلوب منك انه هتطلب الاشعاء السوريسية بعد تعمل عليها البلان بتاعك وتشتغل المضوع سهل مش معنى ان فيه مراكز فيه مراكز بقى متخصصة اكتر في الاسنين فبتحاول تسهل على الحالة فبتجيب الاشعاء السوريسية بعد وبتجيب جهاز السر وبتجيب التولز بتاعيت هو دميزة المركز عمل مش معناها ان الدكتور اللي بيزرع ومعندوش اشعاء السوريسية بعد يستغنى عنه لا هيطلبها لان هي اشعاء متخصصة جدا بتديني كل المعلومات اللي انا محتاجة تخلينا اعمل خطة علاجية مظبوطة ووصل الحالة بدل انا مش شريتك قبل كده حالات عشرة ايمبلنت تمانية منهم برا العض طيب يعني يعني ايه حط 8 زرعات برا العض اكيد السبب اني ما ماشي اشعاء لو انا عندي اشعاء بقى سلسية ابعاد وبعرف اقراها وانا دكتور متخصص في الزراعة التلاتة دول توفروا يبقى هعمل اشعاء سلسية ابعاد هعمل عليها خطة علاجية حط زرعات صحة انما غير كده هيبقى عندي جزء تقديري طيب وليه اقدر من عندي خلاص المعلومة كاملة ايه اللي خلينا خش في تقديرات طيب السؤال الجايدة برضو مهمة قوي لما بدانا برضو من فترة طويلة قوي نقول ان الزراعة ممكن تتعامل في 10 دقايه الناس فيهم تغلط طبعا انو اعتبروا ان كل زراعة هتتعامل في 10 دقايه اه دي معلومة طبعا ده اقصد فيه كمان ناس يعني فيه زمله طبعا انا بقى الزوم جدا الاول احنا اول ما قلنا الزراعة في 10 دقايه اول حاجة هتهاجمنا جدا اه طبعا لانه قالك يعني ايه في 10 دقايه اه احنا انا ناس كلمات عاليت اتجلنا حجوم غير عادي بعد كده بقى تريند في مصر دلوقتي اي دكتور بيعمل زراعة يقولك الزراعة في 10 بقت 10 دقايق دي رقم ثابت الزراعة في 10 دقايق بقت تريند لدرجة دي فيه زميل لينا طبعا باعزه جدا عمل فيديو قالك ايه قالك ولازم تعمل الزراعة هو بيت تريق طبعا قال ولازم تعمل الزراعة في 10 دقايق ولو زادت على 10 دقائق سيب العين ويمشي طبعا هو عنده حق يقول كده لأن الناس ما بتفهمش يعني احنا في نفس الفيديو اللي قلنا فيه الزراعة في 10 دقائق قلنا قلت بعديها على طول يا جماعة وأنا بقول الزراعة في 10 دقائق هتجي حالة تقولي أنا أنا جيت لك العيادة وزرعت في ساعة فقول لها أيوة يا فندم حقيقة جيت زرعت في ساعة لأن احنا كنا محتاجين نزرع عضم أقول عضم غير مؤهل فكنا بنأهله فعملية الزراعة في 10 دقائق على فكرة أي دكتور زراعة متخصص هي فعلا عملية الزراعة ما تاخدش أكتر من 10 دقائق لو العضم مؤهل وأنا جايب فيديو لايف يعني الفيديو ده متسجل لايف الحالة اتحط ده اسمه السيرجيكال جايد اللي هو ايه بقى؟ الخطة العلاجية عملنا أشعة سورسية عبعد وتعامل على الأشعة سورسية عبعد سيرجيكال جايد السيرجيكال جايد ده مهمته ايه؟ إن دلوقت الدريل هيخش في اتجاهه وفي مكانه مظبوط بص عادي الدريل الدريل اللي بيخش الأول هنشيل جزء اللي احنا نخش في مكانه السورسية مكبرة جدا عشان آه طبعا لأن احنا قريبين قوي من البوك وعلى فكرة أنا عايز أقول لك الفيديو ده لما بنزله للحالات الحالات بتخاف آه طبعا بس أنا بنزله ليه؟ عشان أنا دكتور عشان أنا مش راجل بيبيع أنا راجل طبي فنازم الناس تعرف الزراعة بتتعمل إزاي؟ مش اقوله السحنة هتخش في مش عارف إيه وما تخافش هي العملية غير مؤلمة بالمرة بتاخد بنك وبتتعمل في أقل ما بنعمل عملية علاج عصب يعني عملية علاج العصب بتخلص في ساعة صح؟ آه ده بعد التكنولوجي الحديثة عشان أعمل درس أربع كنال هياخد مني ساعة هياخد من دكتور علاج العصب أفرج ساعة العملية ما بتاخدش عشر ده عايز أقول لك اني تاخدت تقريبا سبعة دايق لأن ده الوقت الطبيع على فكرة ومش اختراع دكتور نوريد دين مصطفى مختراعش عملية الزراعة ده عملية موجودة في العالم كله كل ده كاترة الزراعة بتعمل كده ده كاترة الزراعة المتخصصة بتعمل كده ومش حاجة حصري عندنا ده أي دكتور متخصص في مصر في الزراعة هي عملية الزراعة لو العدم مؤهل مش هتاخد أكتر من عشر دقائق لأنه عبارة عن دريلات زي ما انت شايف بتخش بتحضر العدم وبعد كده الدكتور بيركب الزراعة بيدخل الجزء بتاع الزراعة لكن قد تحتاجي الحالة لأكتر من كده لا مش توكيد بس في الزراعة في ان انا استنى لما يحصل يعني ما يحصل تعظم لأ وغير كده انا دي حالة العدم مؤهل ان انا حط الزراعة على يعني كمية العدم كفاية طب لو حد تاني العدم بتاعه مش مظبوط او العدم بتاعه في مثلا الانجل بتاعته أصعب هتاخد وقته أطول أكد الدكتور من مصلحته ان انت تيجي تزرع وتركب في نفس الوقت لان خلاص خلاص الحالة لكن لو قالك ازرع واستنى ثلاث شهور هو عايز يشوفك تاني ليه هو عايز يشوفك عشان مصلحتك انت هو بيبزي المجهود ووقت أطول ليه عشان مصلحتك انت فالحالة ما تقررش الخطة العلاجية تيجي تقول ايه انا عايز ازرع الدكتور هيعمل الأشعة يعمل الانفستيجيزنز بتاعته ياخد كل الإجراءات بتاعته ويقرر هو محتاج يخلع ويزرع ولا يخلع ويستنى ولا يخلع ويزرع ويركب ده كل دي قرارات الدكتور المتخصص في الزراعات بس اتنين دخلوا واحد زرع قاعد ثلاث شهور لغاية لما حط اللود تمام أو على غاية لما حط مش لبيت فوق الزرعة المعدنية اللي هاكل عليه اللي هاكل عليه خلاص بر من انت واحد تاني في نفس السن اتعمله لأ درسنا العظم زي ما انت قلت لانا العظم كويس عملنا له تحميل مباشر في السعادة تمام لاثنين الزرعة بالنسبة له جامدة كويسة هتستمر الهاف لايف بتاعها او الديورابيلة بتاعتها هتقعد سيني شكرك على السؤال ده ده السؤال مهم جدا في الكتاب نسبة نجاح الزرعة الديليد 95% الديليد اللي هي متأخر اللي هي اللي بتزرع وتستند 3 شهور نسبة نجاح اللي زرع الديورابيلة 90% اللي هي ركبنا على طول عشان نبقى واضحين وما بين ايه يعني ما بقاش فيه كلام اكيد اللي هستنى عليها 3 شهور حتى لو رابط فيها جامد هيبقى الديورابيلة بتاعتها ولو بفرق بسيط اكتر اكتر من الديورابيلة احنا الديورابيلة بنعمله في حالات معينة وبنبقى شبه واضحين انها ان شاء الله هتنجاح لكن لازم نتكلم كلامي العلم اكيد الديلي اهاء يعني ديورابيلة او السكسسريد بتاعها اكبر من الديورابيلة ده 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 سؤال ده ده عشان ما نقولش بقى إيه إن احنا بنروج ولا بنقول لا الاميديت أحسن ده الاميديت بنعملها في ظروف معينة والناس معينة طيب السؤال الجايد ده سؤال مهم قوي واحد صديقي آآ آآ يعني قال لي أنتو لما بتتكلمه في آآ هو بشتغل برا في طب الأسنان بتتكلمه على ستندر معين يعني على مستوى معين بتتكلمه على آآ حاجات معينة بالنسبة لي التركيبات مثلا زي ساركونيا زي الإي ماكس آآ 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 قال لي حاجة دي غالية مش رخيصة طميم قال لي الزراع ممكن حد ما يكونش معا فلوس كويسة وعايز يعمل تركيبات طب الزراعة طب ما فيه زراعة زرعة ألمانية فيه زرعة مش عارف إيه مش عارف هل الزراعة زي التركيبات الفريابيليتي بتاعتها ممكنة إن أنا تقبل زرعة ماديا مش غالية لو أشتغل بيها لو الواحد اقتصادين ما هوش فلوس بص أنا دايما في الصحة يعني بأؤمن عمتا في الصحة عمتا بأؤمن إن أنا أعمل أحسن حاجة ليه الدكتور يبقى متطمن والحالة تبقى متطمنة طيب قصة بقى إن أنا أعمل مثلا زرعة صيني طب أنا مش شايف إن يعني أنتِ شفت الزراعة دي؟ شفت طبعا زرعات صيني ده فيه زرعات من المصاد المجهولة مانا بقول أي الزراعات دي أنا دايما بعتمد على زرعات معتمدة معتمدة بقى اتحاد أوروبي معتمدة أمريكا اللي هي اتحاد أوروبي طبعا يعني ألمانيا سويسرا سويد إيطاليا الدول المعتمدة لأن الاتحاد الأوروبي ليه كواليفيكيشن هتعديها هتبقى الزراعة كويسة أمريكا ليها كواليفيكيشن دول اللي أنا بصراحة بعتمد عليهم أنا بتكلم عننا اللي عايز يشتغل بزرعة قال لي من كده ده موضوع الحالة اللي عايز يتركب زرعة قال لي من كده ده موضوع أنا بتكلم عننا بشكل شخصي أنا بعتمد على زرعات اتحاد أوروبي وأمريكي علشان خاطر لو لا قدر الله لو لا قدر الله نسبة 1% ولا 2% حصل لها مشكلة ما بقى محسش من جوايا أن المشكلة كانت في الزرعة أنا بستعمل الزرعة المعتمدة في العالم اللي هي من أحسن الزرعات في العالم فبالتالي لو حصل أي حاجة لأي سبب وده ورد إحنا في الطب ما ينفعش أقول ما فيش حاجة جارانتيد 100% أقولك 99% 98% كتاب يقول 95% لازم نكون علميين ومنطقيين فأنا شخصيا بحب أعتمد على الحاجات المعتمدة واللي أبقى متطمن لها أنت شفت مثلا نتائج حالات لزرعات صيني لزرعات غريبة أقول لك على حك أنا لا أتخيل أن فيه دكتور متخصص في الزراعة هيزرع زرع صيني أنا لا أتخيل ومعظم الفلير اللي بشوفه بتبقى جاية من حكتي لقم واحد الدكتور اللي هو الفشل الدكتور نفسه مش متخصص في الزراعة فبالتالي مش فارق معاه هو أو ما عندهش المعق ما أخب بالك يعني كلما زددت علما كلما زددت خوفا لكل ما بتعرف فأنت بتعرف المشاكل فبتخفت عايز تقللها كل ما أنا مكنتش عارف فأنا ممكن أخش أعمل حلوة دي فأنا ممكن أخش أعمل أي حاجة عجبتني جدا دي بما أن أنا مش عارف إيه المشاكل فأنا ممكن أجيب زرع صيني واركبها فهركبها غلط يعني أول حاجة أنا اخترت زرع غلط وهركبها غلط فنسبة الفلير هتبقى غلط عشان كده الزراعة استيل من الحاجات برغم أنها بقالها أكتر من 20 سنة في مصر لسه مش منتشر قوي لكن أنا بأردو بأؤكد إن ديكاترة الجراحة في مصر من أكبر وأشطر وأحسن الدكاترة الحمد لله في العالم في الزراعة إحنا بنحط زرعات مش إحنا عندنا يعني مش بتكلم عن إحنا بنتكلم في مصر الدكاترة المتخصصة في الزراعة تحط زرعات أحسن من أمريكا إحنا عندنا كيسز دوكمينتد يعني عظيمة أنت بتشوف الحالات الجانب من أمريكا هذا يعني كويسة حالات كويسة معمولة كويسة لا إحنا عندنا يعني وعندنا كمان يعني عندنا كمان تكنولوجي ومثلا في حاجة اسمها زيجوماتيك إمبلنت اللي هو تحط في الزيجومات تدخل في العالم الحمد لله واحد من من أساتذة الجراحة عندنا لسه عامل عملية الحمد لله من أنجح العمليات معمل لها ريبورت فأنت بتتكلم أن مصر الدكاترة فيها شطرة قوي المتخصصة المتخصصة طيب وإحنا بنشوف حالات برضو نقف عند النقاط دي نقاط نقاط أنه زرعة الفشلة هي خطأ من غير متخصص اختيار خطأ للزرعة ممكن العام نفسه كمان أخطأ فحاجة معينة طبعا طبعا مثل الحالة دي الحالة دي انتغيرك في الحالة دي شاف فيها إيه أنا شاف سنحاله صح طيب الحالة دي شكلها سنان بنا آدم عنده سنانه صح بنا آدم عنده سنان عادي ولا آه طبعا طيب هات بقى الكيس دي أصلا جاي عاملة إزاي تتابل فيها كده يا خامر ربي الكيس ده راجل هيك الحادثة لا الراجل دي كان عنده حوالي 40 سنة آه وأهمل فأسنان والغاية ما تخلعك انت شايف شايف أصلا شكل سنانه فوق ما فيه السنان شايف شكله عجوز إزاي آه يعني شايف الفرق بين الصورتين عشان شفت الصورة التانية فسنه صغير هو فعلا سنه صغير انت فاكي اتخذ بالك الفرق بين الاتنين آه ان هو عمل زراع وركب أسنان أول حاجة اللي أنا عايز أقوله ان الزراع جماعة في الآخر انت بتاخد أسنان شكلها طبيعي جدا آه يعني هنا انت لو شفت الصورة دي لوحدها ده راجل بين قدم طبيعي جدا زرعه طبيعي جدا ده فلقرش ما هو ما عنده السنان خالص فوق يعني آه ما هو ما عندهش ولا سنة فوق طب دلوقتي فيه الالن فور الالن فور و الالن سيكس فيه دلوقتي طبعا في الالن فور و الالن سيكس بس احنا بنعمل الالن فور ليمتد يعني 이해 ليمتد لحالات معينة لان لان بنبقى حريسين جدا في اختار الحالة الالن فور الالن فور لو لا قدر الله انت خسرتي سنة من الالن فور بقيت الالن ثري وغالبا هايحصلها مشكلة فلازم لازم لازم تكون دقيق جداً وتحت شروط قاسية عشان الدكتور يقرر نعمل أولينفور بس عجبني ان انت وهم متفقين معك روح ومنازلين لي اللي بعد قبل يا أولاد اللي سينا عملتها فيا أنا اللي بعمل الحركات دي في الناس بس عجبتني اول انا اول ما شفت دي فيها ايه عشان يتعامل ادري دي بعد ما عايزين نوري الناس ان الناس بتخلص الزراعة وفي الاخر بيبقى شكلها طبيعي نساب نفسه يدمر السنان في سنة 40 سنة ما هو فيه ناس كده وشايف شكله هو عنده 40 سنة شكله عامل ازاي أنا عايز اجيب الفيديو بتاع التغيير زي شكل الواحدة بيتغير بسبب ان هي خلع اسنانه يعني بس الفرق الفرق ما بين حد بسنان وبدأ يخلع اسنانه التغيير اللي بيحصل ده تغيير المعلومة دي بتهم الستات قوي احنا اتعامل سيرفي للوطن العربي الستات بتلجأ لشد الوجه اكتر في سن اقل من الناس بارنا تعرف برا بدأوا يعملوا عملات شد الوجه دي لما اختروا طيب الناس عندها 60 سنة و70 سنة هنا في الوطن العربي يكون عندها 35 و40 سنة ويبدأ يحصل لها تراهل لشكل الوجه بتاع حاليه دي معلومة مهمة قوي في الفرق ما بين الزراعة وما بين التركيبات عامة اللي بيخلع اسنان وبيحصل عملية فيسولوجية اسمها bone resorbs وبحصل تآكل للعظم بتاعي طيب انا وشي ده الجلد ده مش دود على ايه على الفكين على الهيكل طيب لو الهيكل ده بدأ يضمر ويقل ايه اللي يحصل للجلد ده يبدأ يحصل له تراهل علشان كده المقولة دايما اللي بنقولها ان الفرق بين يعني بين حد شكله شباب في الوش وبين حد شكله معجز هو أسنان مش سنين يعني هنشوف الفيديو كده شايف التغيير شايفه الشهة كل ده كل ده بسبب انها خلعت وما زرعتش الزرع هو الحاجة الوحيدة مانا لما بحط الزرع جوه العظم ايه اللي بيحصل بيحافظ على العظم فبالتالي العظم عصرش تجري الفرق بين الصورتين دول مش سنين أسنان أسنان اقول أسنان أنا كثير جدا من بنات عبصة ليها جايها لي ستات يعني جابت عرفها معرفة وبتاع تقولي أنا عايزة أحقن في لك أقول لي أعمل ايه ومتاعها ما صالت الشديدة 90% منهم مش محتاجين فلر 90% منهم بسألهم السؤال كلسيكي باستقرمون جدا أخمار سنانك إيه يقول لي لأ دي ناسناني بايزة في نوم مفيش وخلع هنا وعمل تركيبة هنا وعند هنا بعد سنة هروح له هروح للسنان قبل الفلر لأ لأ روح للسنان الأول بعدين نشوف بعد كده هنحتاج نعمل هنحتاج نعمل ولا مش هنحتاج ما بيحتاجوش غالبا ما بيحتاجوش لعيسا بمعك بقى السؤال اللي هني عفيفي تعال نشوف بعد مع الانتشار الواسع لوسائل للطلاع والمعرفة ووسائل التواصل والانفتاح على كل جديد في العالم زادت معرفة الناس بأهمية علوم كتيرة كانت شهرتها محدودة زمان زي تجميل الأسنان اللي كعلم وطب موجود من زمن طويل ومستمر في التطوير وتطوير التقنيات والأدوات ومع زيادة الرغبة في الجمال والشباب ما بقاش تجميل الأسنان مرتبط بس بالمشاهير والأثرياء زي زمان بحسب الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان أكتر من 85% من البالغين مقتنعين إن الابتسامة غير الجذابة تخلي الشخص أقل جاذبية للجنس الآخر وبالتالي بتأثر بالسلب على حياته الاجتماعية وحالته النفسية ومع الانتشار الواسع للفرع ده من فروع الطب بتزيد الحيرة في اختيار الطبيب المناسب والصرح الطب المناسب خصوصاً إنه علم وطب مرتبط أيضاً بفن وحس وزوء الطبيب ومتانة وفعالية الأدوات المستخدمة وحداثة الأجهزة إزاي المريض يختار صح الطبيب والصرح أو المركز الطبي اللي يلجأ له في تجميل الأسنان أغير السؤال حيات تبسيطة في الزراعة الأسنان لأننا نعضي الزراعة أه في فرع طيب الأسنان يختلف عن كتير يعني هو مشابه للجراحات هو الجراحة طبعاً لأنه المسألة هنا لو أخطأ المكان في التعامل مع مشكلة السنان هيعمل ديزاستر هيعمل كارسة يعني يمكن مثلاً لو حد راح يعمل تخصيص عند حد وغلط خلا ما خدسش ما هيحصل لي خد دواء بتاع ممكن يعني ما يكون باش إفكتف بس صعب أن حد يضر حد بدواء يعني لكن وممكن لكن في الأسنان لا فعلاً منشوف مشكلة كبيرة هم نقطة مهمين جداً أسأل عليهم الفريق المتخصص اللي هيشتغلي متخصص ولا لا يعني أنا دايماً بقول للناس اسألوا على شهادات الناس إيه المشكلة إنت مش رايح تتعالج وإنت خايف على نفسك اسأل في المكان شهادات الناس اللي بتشتغل إيه الموضوع بسيط جداً شانا أتأكد أن الفريق الطبي اللي بيشتغلي فريق متخصص خاصة مثلاً في الزراعة الزراعة لو الدكتور مش جراح إحنا بنتعامل في مناطق حساسة جداً زي الجيب الأنفي وتحت فيه عصاب زي العصب الانفيرير ألفلير ده 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 العصب اللي مسك نص الفك اللي تحت لو لو قدر الله الدكتور مش دارس كويس ومش جراح متخصص ممكن يحط الزراعة جوه يخبط أو يقطع النرف ده ويتسبب لي في حالة تنميل أبدية خلاص لو تقطع لو وصل الموضوع أنه تقطع إذن فأنا بتعامل في مناطق حساسة فيها عصاب في الفكين فبتلزم يكون الدكتور متخصص جداً عشان ما حصليش المشكلة دي تاني حاجة حضرتك لو رايح تعمل بيتك مع مهندس دكور مش تقوله وريني شغلك بعد إذنك اسأل الدكتور وريني قلهم وريني شغلكم أنا عايز أشوف الشغل بتاعكم ويتأكد أن الشغل ده مش من عن نت يعني تأكد أن الشغل ده معمول في العيادة هل هي علامة مائية ما هو فيه ناس بيجيب شغل لناس من بره ويشيل العلامة المائية ويتأكد أن الشغل ده موجود أصلاً في العيادة بتاعة الحياة يعني في المركز ده الشغل ده تعمل في العيادة أنت من حقك تتطمن على نفسك أنت قلت جملة جميلة قوي عجبتني زي ما قلت لك ساعة أنت عجبتني الجملة دي كلما كان الإنسان بيذاكر أكتر أو عارف أكتر كلما ده حمل عليه وبيخاف محمل عليه يخوفه يعني أكتر الناس خوفاً هما أكتر الناس اللي ذكروا عشان كده دايماً أقول أنه الكلام الحوار الطبي لازم يدار بشكل طبي لازم يبقى من خلال الطب طبعاً حد يكون فاهم لأنه اللي محدش مذاكر أو مش فاهم أبعاد القصة يعني أنا لا أخف عليك أن أنا بدأت أعرف كتب الطب الأسنان يعني بدأت أجيب كتب طب الأسنان وده مهم وزاكرها عشان على قلي لو حد قال لك معلومة غلط قصة أنت مسؤول على البرنامج بالزبط لو حد قال لك أنت معلومة غلط وإنت مش عارف فأنت ممكن المعلومة دي تتروق لكن أنت دورك أنت القائم على البرنامج فبالتالي لازم تكون عندك المعلومة على الأقل الصحيحة بحيث أن محدش يقول معلومة مش مظبوطة وده بنشوفه بقى كتير لما واحد يطلع مع حد مش أصلاً دكتور ممكن أقول له بقى أنا اخترعت مش عارف إيه وانا جبت إيه وأنا عندي يعني الحاجات اللي بنسمحها الجديدة في العالة قال في ناس بتخترع في الطب دلوقتي فيه كوميديا فيه كوميديا فالقيقات مش فاهم فيه كوميديا طول ما اللي قاد مش فاهم أقول بقى اللي أنت ممكن أن أطلع بكرة وأنا دكتور جلدية واخترعت حاجة جديدة خارج ما ما حدش عارف أنا مين ولا إيه الموضوع وهتلاقي اللي قادت ودوبك بيسقف جداً معقولة عملت كده معقولة أنت قدرت بعمل كده مش معقول من غير معرف أقسم بالله هو مش فاهم حاجة ومش دكتور وما عندوش المعايير الطبية هو لا لازم بقولك أنت أسعدتنا هو أنا أتشرفتني لا أتشرفتني هو عموما حلقة اللصة نورتني دو أتشرفتني يعني بسعد دائما بالقاء مع ضيف العزيز دكتور نوردين بو الصفة الصديق والزميل العزيز كان مبداعاً كالعادة وحواراً خارج النطاق التقليدي لكن كله في صلب العلم بتفاصيله خليكوا دائماً مع دكتور اشتركوا في القناة